السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الجاهرة مسكان ديو كرافتيتر أول اليوم سأعلمكم شي جديد تعلمته من استقرام أو بشكل أصح شفت كثير في استقرام اللي هو التلوين بالألوان المائية بعدين التطريز عليها أنا مرة عجبتني هذا الفن فقررت هنا طبقه اللي راح نحتاج إليه هو قماش طربال يعني قماش ثقيل وأيضا راح نحتاج إلى ألوان مائية أنا استخدمت هنا ألوان كوي المائية اسمها كوي تبدو أن تستخدمون أي ألوان مائية عندكم وبرضو استخدمت خيط أسود كوتومبرلي نظمتها في الإبراش العسرالي وبرضو استخدمت علبة زجاجية حتى أضع فيها الماية ونظف فيها الفرشة ومجموعة فرش موجودة عندي البداية جدا رائعة وجدا سهلة وجميلة أو شي طلعوا لكم تقصوا لكم القماش وتبدو أن ترطبونا بشكل متقطع بالمائية بعدها نجيب الفرشة نقمس على اللون شوي ونحطه على الأماكن الرطبة بالقماش لأن القماش ثقيل فهو ما يسحب اللون وينتشر في كل مكان فهذا كان مريحني لو قماشك خفيف انتبه من ذلك أنا كش سويت أخدت جميعات لونية وقمت أربط على القماش حاولت قدر أن كانني بس أربط 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 وأترك المائية تاخذ مجراها حالات الأولمائية أنها تنتشر على كيفها بعد ما انتهيت بكل بساطة رسمت مجوهرات دورت في النت مجوهرات رسمتها في القماش وقمت أطرزها لأن هدفي هو أني أبرز الألوان المائية أكثر مني أبرز التطريز فأطلعت نتيجة جدا جدا رائعة الدرس هذا مرة سهل وأتمنى أني أشوف تطبيقكم عليه مرحبا منكم أكثر من ساعة تقريبا شكرا جزيلا أعطوني لايكاتكم وأراكم في مقطع يدوي آخر السلام عليكم